إذا عمل لعب مع بي على حلبة بدي أربع أنا رحلوا إنه سيئته إزايدة رح تكلفه كتير ميجيين للمبسط جيين لكون تحت الضغط كتير ناطرا هيدا الفايت نحن ملمت لديك الفريق بيتحجج لك شخصير بعض ناقص حليب نيضه هيدا هيدا نزلها هيدا لقياه فوق أخلاق يوسف عبود من قدام الكاميرا آدمة بس ورا الكواليس أزعب عبد الحافظ مصطفى كان عنده حز يعني ما بعرف مين كان دعيله أعطيه ينوي على الخير بس ما رحلوا أكتر بكرة في رينج وفي حكام كلها هيحكم خلي العائلة تجاهز لك شوربة عشان ما رح تقدر تفتح حنكة بكرة شوربة وشليمونة بالرسلينج آخر واحد آخر الحركة كانت زلت أخطه من تحت بيقولوا الشندي خصم مش قليل بس اللي بقولي هيك شانك ما بعرف عبد الحافظ آه بالنسبة للبلو تيم آه عندهم شوية دلع هيك بيقولوا إنه إحنا غنجين وكتير منعطرب يتغنجوا كتير يعني أسية حنكة كيف نزلتك بالبوكسر أول يوم رجعتك نقاط لإلي تاني يوم خصوص العديرات هو مثل فيك تقول نحنا تيوسين تيوسين على الحق تيوسين على إنه ما تروح لن نقطة حتى لو نحنا ربحانين لا مش هي هي قصة إنه عم ببكي هي قصة إنه تأثرت شوي عم بيصير فيه أكتر منقائد حتى كمان إنه غير إصابتي فات الإزازة ليجري يعني ما بنكر إنه زلمة ليقته جداً عالية شايب رائع عمره مقارنة بأداءه بجنن نسيب منه إنسان عادي يعني بالعكس اسمل عليه بطل بيلبق له إن شاء الله أنا حيربع حرانين كرا إيزي فايد أنا مباري حلتلك ما بحب خلي الشباب يناموز علينا ورا الكواليس ومن هني هني من تحت لتحت ما تبقعتون يعطوا اللي عملوه صراحة توفقت بالفريق اللي كان معي بغض النظر عن كل شي صار معنا بس كمان نحنا فريق ما منحب الجديل نحنا مشينا عالطريقة العسكرية نفذ كبرنا لمواضيع شوية أكبر من حجمها ثم اعترض بس نحنا ما منحبناه طريق الواحد بس يعبي بطنه وبترتاح نفسيته أوف والله ألسوا لكم بدنا نطلع ميمز الفريق بعد عيشي مع بعض قدي بصيره بجوع بعض بقلب ACS عاشوا لبنان اللي نحنا كلهم نتمناه إنه نحنا قادرين نفوت ونغير جيل اتخطوا اشياء كان المفروض مخطط لقل إنه هنو ما يتخطوها كل واحد فيكم هو بطل بعيننا كل واحد فيكم هو مميز وعطيتونا كريدت لقلنا إنه نحنا قدرنا نخترنا الفريق الصح والأبطال الصح رصاص وبرود وإن شاء الله رح نحرك يا عبودي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى هلا أنا ما ما بحس أنه نبيل قال لك الحكي أنت عبتطرح لي الأزئين اللي حتى أنا أطلع بالحكي مظبوط هل نتخطى هالشي نبيل ما بحكي هالشي أبدا أول الشي هو بيعرف ما مين عمي لعب بعدها نحنا صاحفة يترس خصوم على الحلقة بس نحنا رفقة تحت في رسبك بيناتنا بس بالأخير بيكون رابح وخسران واللي تعب واللي هلك بالتمرين هو اللي حيربح منظرها أحصد اللي هي يعني الله يوفقه بس أنا تعبت كتير هو تعب بس أنا حتيت مع جهود كتير فإن شاء الله الله يوفق أنا الله يوفقه كمان لا بممشي حالك لأنه أنا عم بشتغل للتيم فإذا عم بلعب مع بي على الحلقة بدي أربح أنا قايدة هي هادي اليوم الكمبيتشن الصباح بيحطوها على نير عبد علي بتخسر الصباح على الصراحة شربنا نس كافي الصباح مش يعني هيك قالنا عنا يوسف هي أنا قبل من الساعة طلعنا مناشطين من هون فبالبداية كنا خسرانين فرق نقطتين ولو خسرنا قصة مرة كنا طلعنا برا التالتي كان لازم أنا ألعب لو أنا ما جبت النتيجة المزبوطة كنا كنا طلعنا برا أنا جبته وهذا الشي كان من ورا الفريقي من دعمه لألي والأكتر كان للكابتن يوسف عبود أول ما بلشنا عن ركض حشيالي براسي حشي لعل ما بيطلع مرراسي صراحة يعني بلشنا ركض أنو نبيل اللي بليلعب معه الحلوة صراحة أنا خليته يسبقني من بيديته ركضة ورا ركضة ورا كنا بلعب معه الحلوة صراحة يعني كابنا على الريتم معين لحتى وصلنا لعطيني لفة فاضطريت أنا أصبقه ما هخليه يقطع عبلي فاصبقته بعدها رحنا على حلبة الاشتباك ربحته بأول اكترسايز الثاني ربحني فيه الثالث نحنا مبطحين جاء لعندي يوسف قال لي بيك عم يحضرك بيك عسكري بدي تشوف أبنه عسكري ايش هيقدي فهيدي أعطاني بطوفيشن من بينك ولعد فمن وراها أطعت أنا الخط هو كان بعد ومن أقطع بيديته ومن وقت ربحنا والحمد لله توفقنا فيه وخدنا ثلاث نقاط كانوا نبهب هلا للأمانة بيه عسكري بيه أعطاني شوية تيبس شوية خبرات منه شو لازم أنا عامل بالرماية كيف لازم صيب الهدف يعني معلومات مثل ما بيقولوا بيزك وأنا كمان معالي كبير معالي منفتح الكوتش اللي كان عم يشرح الكوتش إليه كنت مركز معه مية مية وأنا يعني عندي سوابق ماناة كتيرة يعني بس إنه خبير متى تلهم بداية كانوا كنا خسرانين اثنين كوبوتشن من النون اثنين اكسسايزز يعني بعدها وقفت عليه كمان مثل الصباح إذا أنا ما جبت الهدف فالطلعنا برا فعطونا الكوتش عشر ثواني نطلع خمس طلقات أول خمس ثواني كانت طلق الخمسة يقلنا براسه جبت خمسة وعشرين على خمسة وعشرين من وقت تقلعنا عملنا كومباك كومباك قوية كتير كيه كتير قوية بس بالأخير محالفنا الحظ تفضل طلقه لخصمنا عبدالحافظ فريق العزرق وطلقه لحبيب معنا بالفريق ما توفق عبدالحافظ اخده واخده كومبوتشن لا مفيش حظ كلشي بالشطارة نحنا من المتلعيديك الفريق بيتحجج ليك شخصير ليش ربيح نحنا لا خلص خسرنا خسرنا ما عنا مشكلة ما نعوده بالكومبوتشن الجاية هاي دي هي للصراحة بداية اليوك كان فيه اسئلة هاي دي بك ما بدها ذكا سوقنا باكسرسايز واحد فوقنا لانا باكسرسايزين مع انو نحنا رفعنا ايدنا قبلون بس المدرهب ما كان باريب معانا كان باريب معاجيها تون فدواب اللي علم ما فرقت معانا طلعنا لبرة كان في شوية اكسرسايزات ستريتشنج ما ستريتشنج انا صراحة كنت معانا من شوية مشكل بالعضلات هلا اما هاتحجاج ما ننبت هديك الفريق نحنا خسرنا بس رجعنا عوابنا بالفايتك بيو افسي في كونوفيسكيد إسلام مخشاف شرطنا مين بيربح خالط طرف شرط انو اسلام بيخسر نحنا شرطنا انو ودي يربح اسلام من الاول جولة نوكاوت وهيدا الي صار تكسدنا نقطة حلوة فبالنهاية نحنا الربحانين الى هلا 12-11 واجه رسالة للفريق الازرق بكرا ما حيكون يوم هايين عليكم بكرا اخر يوم ما حنضيع الطعب اللي اخدنا اللي عملنا اللي قدمنا هالأيام اللي فاتت الفيئة البكير الفيئة الصباح بهالبرد ما حدا مروا هاك والاخر اذا توفقتوا انتم نحنا كمان ما حنطلع خسرانين من هون كلها نطلعنا الربحانين هيدا الشيء علينا مستوينا كتير 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 لفوق فالله يوفقهم والفوز من نصيبنا ان شاء الله شو احضم شي صار معك احضم شي صار معي اليوم الصبح الشباب كانوا عمشربوا ماي بطل عمر حليمية بعض كان عمشرب ماي زدت على الأرض العنينة رجع شالة حتى بالعليلية فشيفوا الرائد فوجه لنا كل لايتنا عقاب من ورا استاذ عمر اخذنا الطين حطينا طين بوجنا كلنا بلللنا فيه من عمشيت لهون على المخيم على سويزور جاءنا نزلنا بالمسبح بزقنا اسبحنا مسحنا وبسطنا يعني هيدا العسكري الشباب البيعيين كمان عاملوا نفس العقاب بس كتير صار يتقفقفوا يتدللوا فاكني حالون جيين على على قهوة او مدرشود نحنا جيين على كامب عيش بدك دبر حالك يا عسكري اوف اوف ده كانت خطير يعني بللو تيم اني مدللين نغنى جين فاكني حالون بالبيت انت عسكري انت فايتر ما فيك ما فيك ما فيك تكون بالكومفرت زون اللي ايه بتناسبك بدك تتعود على كل شي صعوبات حتى بالحياة ما باش هون فاكنت فايتر اسمك فايتر منك حياة الله باحة من الشارع فاكنتعود اذا منك فايتر طلع وترك منه اللي قابلة انا حال له انه ساعته الزايدة رح تكلفه كتير هيدا اللي حاوله تمت دي القليل اللي رأي ديش synhla انا ودي بعب غير بتطاعة ما يمشي انا هلا بعد نبلش ما اقل شي shoo انا عم بسأل منك ما باعرك انت shurarya انا عم بحكي منه بداعف منو انتهو حكي انت شو رأيك? شو? انا شو? انا اللي رأيه يخليه الافضل يربح. يعني شو? الطيب. طيب. طيب. بالنسبة للفايت بكرة اكيد انا واسق من حالي واسق من مدراتي كتير. و يعني من كم يوم المدرب يوسف عبود بيجي بيقلي انه انا بعرف لك لعبك وبعرف عندك كيف تلعب. بس هو اللي مش عارفه انه انا رح اقسمه بجيم بلان غير كلية من اللي هو اخد فكرة عني فيه. بكرة مين هيكون البطل؟ ان شاء الله بإذن الله هيكون انتين طرف. ان شاء الله. هلأ الموضوع اللي صار اليوم يعني هيك شوي شوي بكتول انه زعجني ببعض المحلات لانه اليوم انا ما قدمت المستوى المطلوب للفريق انه او ما ساعدتون كفاية متلو بقولوا بتحدي الصباح وبتحدي الليل بخصوصي بتحدي الليل بتحدي الرماية يعني صراحة كانت اول مرة برمي فيها بحياتي بس انه جربت ركز قدمة فيه وكذا بس انه خلص ما قالي نصيب. سيطل اخذ ذلك بالتعرفة كدير. نعم؟ هيدي هي نزلها هيدي لا يعرف أخلاق يوسف عبود من قدام الكاميرا قادمية بس ورا الكواليس أسعر. هلأ فيهون يحكوا اللي بدون إياه بالنهاية بحس إن اليوم هناك يعني ندرب يسعبوت حسيته معبئ يعني وغلق من شوكة يعني هلأ عم بعمل مقابلة هو قاعد من فوق عم بيكب علي حكي و عم بيكب علي أكتر شاءات كلام لأنه عملنا كمباك كتير قوية يعني اليوم لو ربحوا علينا تحدي اليوغا مش تحدي اليوغا عفواً تحدي الرماية كان تسعين بالمئة راح تروح الرايفوز وزارينج راح تروح كنتقلهم بس نحنا عملنا كمباك يعني كتير قوية ورجعنا باليوغا تفوقنا يعني مش تحديل الرماية؟ بصراحة يعني فرق نقطة ولا فرق نقطتان بكرا التشالنج للسبارينج هو اللي حقيقكم يعني بغض النظر عن النتيجة بصراحة قلتلك أنا أول مرة بحياتي يعني بعمل هاي التجربة وعلى سلاح وعلى ودي يصيب الهدف وهاك توفقت فيه يمكن أول تشالنج هاي جبت سكوار 15 بتذكر بس الباقي هايك صد انزل 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 بس برناية كله يعني ما يعني التجربة كانت حلوة كتير صراحة فشتلي خلقيه وكانت أول مرة بحياتي بجربة ما مشكلة دوش الاطراب كانت كمان كانت حلوة ما كانت سيئة يعني بعده لله الله الطراب ما شاء من شاء من راسي هو ما كان زمنه يعني هو الفريق التاني تعاقب و نحن مارئين هن مارئ و حكيونا شيء من السيارة و حدا من الفريق تضحك أو كلنا تضحكنا فحضرت المدرب نزلنا و مرمغنا بالطراب و رحنا يعني أكثر الفريق دايماً دايماً هذه معروفة، هذه ليست معروفة، ما فيها اتنين يحكوا فيها يعني نحن العقاب، نحن لأكثر شيء كنا نعترض عليه بالفريق أنه مش أنه نحن من نقة و عقاب بس أنه أقل الأشياء اللي عم تصير أنه الفريق الثاني بيعمل غلط الفريق أنه نحن كمان عم يتحمل مسئولية يعني مثلاً بصير حدا من الفريق بيحكي أو بيضحك الكل بكل بده يتقاصص معه فهيا القصة اللي كنا أكثر شيء عم يمدقي علي أيدي خليها خليها بدأ تمزل فريق يوصف عبود فريق يوصف عبود ووجه له كلمة إنه بس لحظة، بتكلم أنه عم تشيل عندي عم شو؟ بس بتكلم أنه عم تشيل عندي عم طيب يا خي ماشي أهلاً بقى هالكلمة بدي فكر ألف حسابة أهلاً ألف حسابة طيب عكل الأحوال بتمنى منهم يكونوا جاهزين ونحن إن شاء الله رح يكون بأهم جوزيتنا لبكرة وبتوفيق للجميع وإن شاء الله الأفضل هو اللي حيربحها اللي عم رصاص وبرود وإن شاء الله رح نحرك يا عبود أول شي يعطيكم ألف حافة عم تضلوا معنا بتتذكر مبارح بس قلتلك إنه عندي هالأحساس يمكن نربح الصبح ويمكن نخسر عشي بس رجعت قلتلك لا مش رح نخسر ما بعرف شو صار صراحة وصار عندي هالأحساس إنه رح نربح عبكرة ونحن نخسر عشي وسبحان الله هيك صار يعني مش إنه أنا هيك بدي أكيد مبدي هيك بس هيك صار وإن شاء الله بكرة لا يعني أنا حسد ما عمشوفه وعم بتخيله براسي مش هتكون صعبة علينا أبدا 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 أزال الله رضا وإن شاء الله هي قلنا يعني جينا لهون مش كرمين مش كرمين شي بس كرمين نربح مش أكتر مش رح أسألك مين قال ما بهمني بس إنه كل فايت بلعب وأنا الكل بيقلي صعب وهيك وبرجع بثبت العكس إنه إيزي فايت ما إنه إيزي فايت يوسف خي وحبيبي ومتل ما اللي عم يعيشه أنا عم يعيش وهو وحكيت أنا وإياي يمكن والكل يعني يعني بس يحضره هيدا حتى هو بدي يخم قصدي فحيكون فايت حلو كتير وكتير ناطره هيدا الفايت بدي شوف أنا وهو شو مع بعض شو حنساوي وبعض يعني حتى لفايت فهذا لو الله راض أكيد ducks بحضرك شغلي عني ولا مرة فكرت إن أخسر كل مرة بفاكر إن إني راح أربح ولصمح الله أخسرت ربحان عطول هي هون وبالنسبة للمسروحنا أوصنا وريمية ما رمية مش أول مرة أنا بس لأول مرة مع يلي حطوا الميال وهي كأول مرة قلت لهم للشباب قلت لهم ما تسالفوا همي أنا لفارس ستاب بدي شوية لعلح ورجعت جبت خمسة وعشرين يعني دربت خمسة عراسه رجعت كمان تاني مرة عشرين وربحنا وشو اسمه وربحت خليت تيمنى يطلع بس رجع حبيب ما توفى عبد الحافظ مصطفى كان عنده حز يعني ما بعرف مين كان دعيله ويمكن زبط صباته ونضف له ريحته لربح حيك صارت معه يعني يستاهلوا كمان هني هم يتعبوا متل ما احنا هم نتعب بس بكرة غير بكرة إذا الله رضنا إحنا إذا الله رضنا يا عبود يعني هلأ يمكن قالك إنه كان عطول معنا يعني عبود ما تركنا يعني كيف ديقلك يعني حتى لما نخسر يكون هو يعني عم يحمسنا وصوته لعبود بعضه بداية ينتي وكمان فيه كاف ضربه جيه للأراني الخطيبة الله وكيلك بعد إيده ظهره للأراني فعبود دا المعنى دا الحدنا يعني مامسوح فينا الأرض نحنا كنا بالتعب وهو كمان صوته كله يعني هو مظبوط ما كان عطول عم يشتغل بس لما ما يكون عم يشتغل كان كله عم يشتغل معنا كله عقله راسه وكمان ما تنسى ضغط النفس اللي علي هو كتيم ليدر يعني في عندك مثلا شنى رانى عزانى بيضال يحكي ما هيا ما هيا ما هيا ففقى كيف دا قللك فما عطى حلوها التركيز لا يؤوس ورجعنا عوضنا يعني نحنا بس هاي هي اللاعب يربح وخساره اليوم بيخسرته وبالنسبة لليوغا كمان باليوغا لا أنا ما بعرف طير يعني ما قدرت زبطها ولا قدرت حلالها يعني عطوني حركات لما عملتوا نشد تركيب تقمت فكانوا مش صعبين يعني لو كنا بنعمل عبل يوغا وهي كنا جبناها بس كمان لما اللاعب حبيب وعبود سبقون لهذاك التيم والكوتش ما ركز عليهم يعني خلص بس شافوا يعني حسب رأيي الشخصي بس شافوا الأطراف عمل أول حركة قالك طار وهو بعضوش إنه عملها فركز علي أكتر وعطاها وكيف دي قالك يعني ركز فول فوكس علي خلص بطل نحن شو نعمت وصحتين عليهم بس هلأ رجانا عوضناها يعني هلأ صورنا 12-11 كان في فايت أكيد خبرك عبود بين فولك وإسلام فولك وإسلام كان في أنظم فايت بين رباية كيف تعملت للتراب اليوم؟ كان في تراب اليوم أنا مظبوط ودهننا وجنا الله وكيلك خرا تمسح فينا الأرض يعني لما إجا كتاب بشرب أنا زتيت أول شي رجع ضغري ضبايتة شيفني من المعيد بس أنا ضبايتة بس أكيد مش رح يقلك إنه ضبايت فنزال يا راني نزال يا ترين راني نزال يا عمر نزال يا عبود غسلون فعم شما قلت العمى كم كلب بيكون خيري هون الريحة هتقول لي بس خلص كامب إنت عسكري وبكتعمل كل شي وكمان برجع بقلك جايين للربح يعني هني كل ما يقلون شي سلكوهم يا الله وش عارب نحنا نكب بحالنا خلص فهيدي يمكن الفرق بيناتنا نحنا وياهم إنه هني غنوشين شوي نحنا يعني إذا بتلاحظ لما يحكي ماغون الرائد شوي يصيروا يقولوا إنه ليس ظلم ولا ما خلص ما جاي عكامب أنت خط عسكري واحد بس يغلط شخص يعني هي هيك برأسه لأنا ندرب فكل ما يصير شي اعترضوا زعلوا بعض ناقص حليب نيدوا وكرمال الصبح أكيد اللي كل حيشوف الفيديو هو رح يتضيع أنا شو عملت يعني أنا أول شي لما برامنا خسرت رجعت بالدولاب في عندي باور جبتا بس كمان كنت عمزيح شوي عن الـ يعني عبوت كان وراي بس الكاس كلكتني وكل واحد يعني ما قدرت أتنفس صح بس بالركض ما شفته وراي يعني مش ما شفته وراي لأنه يمكن هو زبط شوي أنا لأ كان نفس الحمدلله منيح بس لما ركضنا لفينا أول لفي يعني هاي دي اللي بتبرم متضوخ كأنك أكل نقضة لفينا أخدنا السكيني هو بواحد سفر جات بالدولاب عدالت رجاب الزحف ما قدرت اتحكم بإجرية صح وما قدرت أكمش الدولاب لأن ما كان حدا مشتغلة قبلي فشو اسمه صارت طوى أنا وياه رجعنا اشتغلنا شو اشتغلنا رجعنا؟ رجعنا اشتغلنا الدحرجي واشتغلنا الدحرجي كمان سبقته بالتالتي كنت كتير نطرة للتالتي أنا إنه عساس سهلي علي وعملت على السريع بس أنا يلي خسرني إني رحت هيك مكتب بتطلع ما كنت عم بسمعه العبود فكان من حزن ظنه إني رحت هيك وشيل سكيني وصفقني فيها بس أنا كتقليعة وكهي البوش أب اللي بتمشي فيها أسرع منه وبنيح يعني أنا حسات حالي إنه خلص ربحت بس ما أشعت هاي دي غلطي كان بس مدق ربح ما قدرت تساوي كنترول أه زي كي بس ألتك بكرة رح قاطي كله عندي ورح ضل لآخر ثاني متل ما أنا رح قاطي لآخر ثاني هو رح يعطي لآخر ثاني وراح كون وشو اسمه كون أكيد إنه رح يكون فايت أوف دا شو أكيد يعني هو بيخبت لآخر ثاني وأنا بضل لآخر ثاني هو جاهز نفس وأنا جاهز نفس وهي أصلاً معتقي الجولي دقتين فاشتكون حلوي وحتكون يعني فيت كتير صعب كتير حلو والجمهور كله يمكن ناطرهم ظنان فخلينا نخرص مكان ونشوف شو رأي جمهور هيا فريح يتوت بطر تعال listen to the 갈 يعني نحنا نقول جملي رح قلناك إياها تعالing to the world هيا فريح يتوت بطر الريفلز أوف دا رينج أي سي أس بالسيزن 1 في جملة نحن من قولها أطولي اللي هي رصاص برود نحن تيم عبود بكرة راح شوفوا الرصاص والبرود شو حيعابي طينا حتى اليوم ما بتعتقد كان في شي موقف مضحك بالنسبة لي ما بتعتقد كان في شي هيك استمتاع أكيد كان في استمتاع بس أن تبسط فيه لاك أنت أصلا نحن هون منجيين لأن نبسط جينا كمان تحت الضغط تحت أساوي بس كان يوم كتير في ضغطات وهم وقلق وسترس فالحمد لله من احنا كان عنا اخر كمبتشن اللي هو اليوغا كان كتير مفيد حتى هيك خففنا هالسترس حتى نحن لانه نحن كان في كمبتشن اليوغا باخر اليوم خففنا هالسترس بمأنه نحن كنا لازم نعدل النتيجة كانت النتيجة في أباني ارت عندك أباني ارت يعني كمبتشن وعنه كمبتشع نقطة لازم تخصى كمبتشن منهم انت تأخذت كتير عن الفوز نعم ما اكلت اليوم ما كان فيه أكل طاب كان فيه راحل على الوجه أعتقد كان فيه موقف اليوم مضحك يمكن بنائد حديث أنا قلته قبل اللي هو لما أمان الحادث المدارمي بأنه نتحمم مثل بيقوله من شعنا ونعمل ماسك عوجنا بالطاب أعتقد شفت ريكشن على الكاميرا أحد شفوه كيف أنا كان شي عودة نسمي إليه ما أخدت وعطيت العكس أجلت هالشي أنه كتير عودة متضحكت كانت بسمة كتير كبيرة يعني مع ضحكة ومثل ما قالت الجملة من الطبيعة إلى الطبيعة يوم أخذنا اثنان ورننج أخذناهم أسباب نحن كنا حكيم فيها بس ما أقدم أتحمل أعصابنا غلط شخص عنا من الفريق بتدخل بأوامر حضرة المدارب والاعتراض الثاني كان هو أو الورننج الثاني كان هو خطأ كمان من فرد من الفريق تحنا كان ممنوع تشك السكين بالكومتشين السكين ممنوع تشك السكين بالبراس فهي أجد براسه كانت تقريباً بوكراً حيكون النهار مش سهل مش علينا على الفريق التاني خصيصاً على الخصم بتاعي يعني همار حليمة بالباتز بالفايت ما شما كان اللي هو برضو كان كل تحدياته قريباً تسعين من مئة من كومتشين اللي عملنا هون ما كان نحياً على أبداً فمت كيف فدايما كنا متفوق يمكن اليوم متفوق بس برمي أنا غامس ولي كانت صدفة ويتركيني وهم تفوقنا وهم بحنا كان بهمني بس الفريق فاهمني كانت تمركز كثير على شخصي أنا جاهزون قبل هذا الكامب والكامب استجهزني أكتر وعطني معلوميات أكتر وقوة، وعقل، ونفسية نفسية إيتي لي صوت أكبر والروح الحميسية كمان صوت أكتر فبكرة كتير ناطية بكرة كتير ناطية يعني فايت بكرة أنا مع عمر ما بحب أخساره فايت بكرة مع عمر أنا بعتقد ما يحد بيونسوا أنه قدر يغلبني ما بدي أكتب من هيك بعتقد هؤلاء الكلمتين بيكفوا بس ما يحد بيونسوا أنه قدر يغلبني كاية عبكرة كانت تشالنجز كتير قواية كان عنا لوز أول شي رجعنا لوز تاني شي ورجعنا عملنا ريال كومباك بلشت بعزام كملت فيي ونهاها الشندق الحمدلله ربحنا بالنسبة لتاني كومبتشن عملناها هي الرماية كان كل شي منيح أول شي جربنا نعطي كل شي عنا يمكن كان فيه مشاكل شوي بالتقنية كنا حطين أهداف أنه رح تكون أحسن رح تكون عم نستوعب أكتر نقدر نوز بس ما زبطت معنا خسرنا وأخذ قوة ثلاث نقط جينا على صفوف اليوغا نفس الموضوع كمان خسرنا النقطة وكانوا غنين علينا كنا رح نضمن فوزنا بالكامب كله لو ربحنا هادي الأخير بس ماشي الحال بكرة إيزي فايت هيك نميين وبكرة رح نحسمه يعني من عبكرة رح نكون حسمين كل الكامب أعطيه ينوي على الخير بس ما رح له أكتر أنا معروف ما بحكي قبل الفايت عفايته ما بحكي بس بعد الفايت بحكي أعطيه تفوقت بالرماية بس مش بكل المراحل بمرحلة هو تفوق علي بمرحلة أنا تعدلت أنا ويا بمرحلة أنا تفوقت علي تجربة الرماية مش أول مرة بعمل رماية بس بهيدا التكنيك بهيدا الخبرة اللي عطوني إياها المدربين كانت كتير حلبة بحبه تشكر أنا حبيب معنا بالفريق يعني هو من المدرسة العسكرية كان كتير له دور اليوم معنا بالفريق كتير أشتغل معنا يمكن جسدية ما كان قادر يساعدنا بس تنظيميا بكمان بيتمرينه لقلنا كان يعني مثل عم بعملنا سمون سيمينرز قبل ما ننزل نعمل بماية قبل ما نعمل الشرمس كان هو أساس لأنه ربحنا عبكرة كمان مع أنه هو خسرنا أول point ما أنه قادر جسديا بس هو مرنا للبقين لنقدر نجيب الإيفان رفض الكمبيتوشن كانت كتير صعبة وهو يعطينا هيك مثل كي لنربح فلا كنا عم نشتغل عطول في تيمورك كنا يعني زي ليدر عبود كفريق واحد نحنا الخمسة يعني ما في حدا يعني أنا ما عم بيلك أنا خسرت هو خسر كلنا خسرنا مع بعض كلنا ربحنا مع بعض حبيب بك عبكرة اللي عم بلك لاي هو حس بأنه أسر بمرحلة من المراحل مع الفريق بالنسبة لي ما أسر هو عطى كل شي عنده هو كان عم بيعطي المكسيموم ويعني كان عم بيأذي حياله ونحنا طلبنا منه أنه ما بقى تعمل هيك نحنا فينا نستفاد منك بشي تاني خلص ما تأذي حيالك فيه ناس كتير بالفريق بتشيل بتشيل الكمبيتشن يعني هي الحالة نحنا بس بدنا هيك بمرحلة من المراحل تعطينا خبرتك وهذا اللي صارت اشتغلنا ازي تيمورك عطانا هو الخبرة ونحنا عطيناه الجسم وجبنا الكمبيتشن هيك يعني صارت وأكيد تحت إشراف عبود يعني عكل الموضيع كانت كيف هم بتصير هو عبود كان عم بيعطينا التبس كان مرافقنا يعني فاجأ الكل كيف فات يركض معنا بأول تحمي عبود كرمال يعني يعني يضلوا عم بيلعب عن نفسيه ضد الفريق الخاصة وجبنا الكمبيتشن مع انه كومبيتشن عم بقلك من 2-0 لـ 3-2 نحنا اربحناها خسرانين كنا 2-0 حتى خلصت بالتلاتة اتنان يعني نحنا عم نشوف نازل للشندة منعنا هو اللي نازل على ظهره وبآخر جزء من الثانية برم بالهوى وإجا فوقه وربح النقطة الشندة يعني كانش كتير صعب علينا وكتير حلو وكان فوز مستحق ظل راد بكرة هو اخر يوم من التحديات اخر يوم من رايفلز اف درينج فيه رح يكون فايتات بحب اقول انا لكل المتابعين ACS انترونا بفايتات قوية بتحضير اعلى ما بتتصور باعلى المستويات نحنا مجينا لعبنا بالكمب ابدا ما كنا عم نتصلى في كتير اشيه يمكن وورا الكواليس كانت عم بتصير صعب علينا تحديات كتير صعبية ما نعرضت يمكن وتعذبنا فيها مظبوط بس فادتنا ونحنا استفدنا كتير يعني خسرانين او ربحانين نحنا ربحانين اننا كنا بجزء من هيدا الكامر بحب تشكر استاذ وليد عجاج بحب تشكر استاذ رياض الرطل وفريقه ناديه للنصر وكل مما ساهم بوجودي هوني او بتحضيري قبل هاودي الايفنت يعني صرنا نربع وصرنا نخسر صرنا نشتغل اكتر عدنا نفكر واتفعنا كلنا مع بعض كيف نشتغل حتى نرجع لهوني ربحانين قلنا اذا خسرنا مش حنرجع لهم برا حتى عطينا بوش لقدام اكتر لفت علي كيف الحمدلله حديث هلا صرنا تعادل يعني انا التعليم بحبش احكي كتير مع الفايتر بكرا فيه رينج وفيه حكام كله هيحكم وانا كالصداء بحبه وبعزه وبالنهاي هيدا لعبة وفيه رينج بكرا هيحكي ان شاء الله انا حيربح حرانة بكرا ان شاء الله كان اليوم متعب كان اليوم متعب حتى نعدل حتى نعدل حتى جبنايهم وربحنا عليهم يعني الصباح ربحونا هني وجعنا عدلنايهم الظهر ورجعنا باللال كمان ربحناهم تجربة الرمية كانت حلوة ولا اروع الحمدلله كلنا ركزنا وكلنا جبنا اهداف انا غلبته تعدلنا مرتين وربحته مرة تعدلنا اكيدي هو كان مسؤول الفريق علينا كنا كلنا ايد وحدي مع بعض يعني كلنا قبل ما نعطي اي شي كلنا نتفق نتشاور مع بعض ونحط كرار واحد اول شي وقت مبلشنا كنا كتير يعني كنا خسرانين مقطتين احنا سفروني مقطتين معهم وانا اخر واحد واذا اني بخسر خلص ما عاش فيه امل يعني فصار علي ضغط خلص رح يخسر بسببي بدي اعطي كل شي يعني عندي فعطيت كل اللي عندي وعبودي يعني بشي تع تعلماتهم تعني عبودي وحبيب يعني معلوماتهم العسكرية فايدوني بالرجع اعضاري بالزحف كيف قدفو شدولي صرت اسمعون ووقتها صرت ابرم يعني بتدخ كتير بالبرم لابان ما نوصل شو اسموه فعبودي كان عم يعملي بأصبع من فوقها فصرت امشي على أصبع وانا عم ببرم حتى ما لفاك اوهاك لحت توصلت وبس امت دخت شوي رجعت رنكزت وكمشت السكيني اول مرة وجغت عليه نقطة ثاني مرة كمشت السكيني قبلي اما عم يضرب يسكين حتيطة من تحت ام حصاب له نقطة ما عرضت على ايه كمنا الاخر جات كمشتو شد شاب مع بعض قلبتو اول من كمشتو نزلت كمشتو من الجوع ما وقع معي الجوع لا وقع علي هيك وعد ما الراسلنج اخر وحا اخر من الحركة كانت مزلت اخطو من تحت وصلت شد علي وشد علي اخر شي حما اقول جمشتو من اجره وقلبت وقعتو ضفاق الحمدلله يعني الوحمن بعد صوت كلمال فايت بكرا اكيد ان شاء الله راح اربح بساعة كبيرة بحالي بس الرنك ايا بالنسبة للبلوتيم ايا عندهم شوية دلع مش الكال في منهم الاكترية بيتغنجوا كتير بس شدك تعمل بيس ما معوادين على هيك وصلت بس نحنا معوادين اول ما بلشت برني مين بلا لان اول مرة اني برني ما سبق وجربت كنت ميح اول مرة بلا باعتبر حاليا عم جيب الهدف يعني تقريبا بكرا مين حكول مباطنة بالنسبة لبكرا اكيد نحنا راح نكون الأبطال يعني ونحنا اللي راح نرضاح ورح نحسم على الخالص ان شاء الله اطراب اللي على الوجوة ولا قلب التام اي طعام بدك بس انه ما روى تايا والله تجربة حلوة ما عاملت دايا من عادي القصص بل عاكس عاملت بسط فيها شيء اول مرة ما حدا بيعمل فينا يعني بها دمنا سر انه احنا اليوم خاصنين فرق نقطة مبارا خاصنين فرق نقطة بس اليوم احنا ربحانين كتير متغلبين علينا كتير اذا ما بدا اقول بالنقاط نفسيا احنا محطمين النفسيا انجازات اليوم اللي عملناها اثبتت انه طراف تيم بلو تيم بيّن للكل لأستاذ وليد للجمهور كله بيّننا انه احنا عن جد تيم وارك بيّننا انه احنا مقاتلين انه جايين نربح اللي صار معنا اليوم انه احنا كنا سبعة انه كانوا احداش قلبنا النتيجة تفهم شواص دي احنا كانت القصص على المحاك فأنا تمرينت الصبح اللي كنت انا اخر اخر واحد لازم اعمل التحدي وفرقت معنا عشارة 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 صغير يعني وصلنا للتعادل انا وخصمي غلطة صغيرة مني هو ادركة احكتر مني كان اخذ البوينت الو ربحه الثلاثة ثلاثة نقاط طعون الصبح بعدين روحنا على الشوتينج لب المسا هون كان الشي الكبير يعني ناخد احنا نقطة هنه ياخدوا نقطة احنا ناخد نقطة هنه ياخدوا نقطة كان في عنا ضعف كان في عندهم قوة بالمقابل في عندهم ضعف احنا كنا عم منحاول احنا كتيمورج انه احنا مثلا انا صرت اصال علي ضغط كبير كوتش خالد عليه ضغط اكبر نسيب عليه ضغط كبير ليه عشان نقدر نعوض على الباق الشباب اللي ما عنده خبرة بالرماية وصلنا لاخر نقطة اكيد عشان ما نشوف حالنا كتير خصمي اكيد ما كان فيه بايشي بالرماية يعني ما كانت قريبة النتيجة وصلنا لاخر شي لفريقنا وفريق يوسف التعادلنا فاقترحوا الكوتش اقترح انه نعمل تحدي من كل تيم الكوتش ينقي يعني خالد ينقي حدا ويوسف ينقي حدا ليتحدوا بعض على تحدي واحد هنه بس شخص بشخص لهذا اللي بيحدد مني الربحان واللي حسن حظي كان الاختيار انا فالكل اتفاجأ مثل استاذ وليد جمع الكوتشية جمع استاذ رياض بيقول لي انه ليش عبد الحافظ فهو ما كان شكله ما كان بعرف شو في عندي انا جوا شو في كيف روح التحدي عندي كيف انه انا بحب اربح هم تفهم شو اصدى انا بحب اربح فالكوتش تاع الشوتنج كلاب بيقول له انه لا عبد الحافظ صار رامي كذا مرة هون وعنجاد هو الشخص المناسب ومين كان بالمقابيل حبيب حبيب انطونيوس اللي هو عسكري عمره فوق الاربعين سنة متمرس وخايد ما بدنا نحكي كتير عشان ما اجيك انه قدش انا كتير فزت عليه كانت عبارة عن ان نصيب هدف انا عطيت الدروب تيجي فوق بعض عم تفهم شو اصدير الدروب تيجي فوق بعض وكان فرحة كتير كبيرة ورغم عن هيك ضلينا تعادل لحديتنا اليوم بنشاط صغير بفايت يو افسي اخترنا مين يكون استاذ وليد رشح مين يكون بنقل فائز بين اسلام وخصمه واحنا اخترنا للخصم الغلاط وهن اخدوا النقطة ولا هيك ضلوا هن 12 احداش بس احنا بكرا بكرا نهاية الكامب بكرا بتبين كل شي بكرا فيه فايت بكرا برجع كل واحد لشغل لخبرة تعيته يعني انا جاي فايتر ولا مرة مواجه عامل الشي العسكري التمارين الخيشوني بس انا فايتر انا بكرا جاي اسمت شو انا بكرا جاي اراج الكل كيف عبدالحافظ اللي بطايلند نزل الكازاخستاني نزل الفيتمنامي غلب النيوزيلاندي نزل قاضي المغربي غلب المصري كانت فارق الشعره بسيطه بينه وبين الجزائري كانت فايتاته كتير قوية جاي يثبت للعالم كله ويثبت لقلو مين هو عبدالحافظ خصمي باقلو يعني خلي العيل تجاهز لك شوربة مشان ما رح تقدر تفتح حنكك بكرا شوربة وشليموني بالزبط هاي شوربة وشليموني لانه حتمصة مصلة الشوربة هادا اللي باعدو فيه ان شاء الله انه بقولوا الشندي خصمي مش قليل بس اللي بقولي هيكش مكلا ما بعرف عبدالحافظ ما بعرف الشراس اللي عندي اياها بكرا بكرا كل شي ان شاء الله بيبينه الصبح كان التحدي مش هيا عن جد عن جد فيه امور بهذا الكامب احنا ما كنا متوقعين يعني انا ما كنت متوقع يوصل اوصل لمرحلة بكل تجهيزه بكل قوتي اوصل لمرحلة اني انا خلاص فرطت عم تفهم شو قصدي تمرين كان كتير صعب التحدي كان كتير صعب معهين وصلنا لاخر اخر اخر شي بالتحدي وكنا بعدنا على المحاك تعادوا يعني على اخر تحدي كنا فرق شي بسيط يعني انا اجيت اكبه وفجأة بالهواء عمل شي صار فوقي وهو كان التحدي انه اللي بوقع التاني يكون فوق التاني فاخده او انا متل احنا بروح رياضية متقبل الربح متقبل الخسارة اس بكرا بالفايت ببين كل شي بيقولوا انه احنا غنوجين وكتير منعطر بس هي حنكة كيف نزلتك بالبوكسر اول يوم تمام؟ رجعتك نقاط لقلي تاني يوم هاي حنكة هاي استراتيجية احنا حرين كيف نلعبها بس احنا ملعبناها بغش لعبناها بطلب حق لا عرضنا كان قلنا حق كان قلنا مطالب كان في حاسين بنقطة من النقاط انه احنا فيه ظلم فيه تعب لقلنا عم بروح فيه نقاط احنا جبناها بمجهود الشباب كل ياته فريقنا كان عن جد عم بتعب لا يجيب هاي النقطة بشي بسيط تنمحي هاي النقطة انه ليه؟ هذا الشي خليني اقوله غلنو جيبه كوتش خالد هو اخ عزيز عن جد اثبت انه عن جد قائد وبقدر يدير كتير امور غير انه فايتر غير انه صديق غير انه بالمزح مزح بالجد جد وقت التحدي تحدي رغم اصابته يعني كان نشيل الفريق كله بس ان المهم يوصل له هدفه يعني شو؟ اليوم اليوم اكل بيض بقشره انا اذا بطلع بيض اشر بالبيض بقلب الصفرة يا رجل اكل بيض بقشره بس كل مال ما ناخد وورني يعني انا ما بعرف كوتش خالد كان كتير انسان منضبط متميز اكيد قدر تغلب ع يوسف بكتير وهذا الشي احنا كنا متوقعينه مش انه شي غريب لانه يوسف انه شخص عسكري متمرس كذا بس بتحس انه فريق صح منضبط بس منه خشم ما بدي اقول نعنيع اعرفت كيف ما بدي اقول غنجين ما عندنا هيك شراسي ما في شراسي ما في انه بدو يربح احنا مرتين نربح هن يربحوا نرجع لا تاني اوم نعدل شو غلطنا نشوف شو غلطنا نعدل بس هنه ولا ملا نربحوا علينا لانه هنه الشرسين او هنه اقوى منه لا 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 فيه فيه ظروف كانت بلا ما نحط يقولوا عم بيحط حجاج الى عسارة بس هنه كلام بيحطت كبير فاني هلا تتناشى بخصوص النتيجة بخصوص النتيجة بخصوص النتيجة بخصوص النتيجة بخصوص النتيجة لحضرة المدرب عرضنا عليهم الموضوع بس انه ما اعطوا اهمية اللي هو احنا مشينا مسافة دبل عن مسافة الفريق يوسف يعني احنا نزلنا خلينا قد اختصر الموضوع انه طويل احنا نزلنا طلعنا طلعنا نزلنا هون كانت نقطة البداية رجعنا نزلنا لتحد يعني احنا اخدنا كل مشوار ثلاث مرات تمام فريق يوسف بس راح اجا نزل وصل لهيك احنا كان في فرق بالوقت تخيل انت بكل هذا التمرين كنا عامينه قبل بيوم بعد شو اسمه الربيل وسبقناهم بتقريبا دقيقة وعشرين ثاني كيف بهذا اليوم انه هن يغلبونا بأربع خمسة دقائل في شي غلط كل الليل عم نفكر انه احنا بشو اصرنا ما اصرنا بشي بالعكس كنا على طلوع سبرينت اركض اخد الدولاب من حدا اركض فيه الفريق الشباب اللي بقيه تركض ورا بعض نتفش بعض فمستحيل كانوا يقدروا لنا الا اخر شي اذا فهمنا انه كانت نقطة البداية غير نقطة النهاية وهذا الشي اصر علينا بالوقت يعني احنا كان عندنا المشوار ملنا مشوارين تقدرنا نوصل لنقطة النهاية هذا الشي اللي خلينا ياخدوا 12 وهذا الشي ما اثر علينا احنا عارفين انه احنا افضل منن عارفين انه احنا احسن منن عارفين انه هذا الكام بس للأبطال بخصوص اليوغا هنه حكوا انه في نشاط يوغا ويمكن الكوتش خالد مبارح بالمقابلة قال انه احنا قاعدين مش عشان خاصانين بس عم نجهز حالنا لاختبار اليوغا وطبعا طبعا ربحنا انه شي بده تركيز شي بده زكا وهذا الشي بعتقد ما موجود بالفريق الثاني هذا الشي موجود عندنا لهيك اخدنا النتيجة اخدنا البونس هينزلوني هلا بحقلك تستحي تسأل مين بطل المعسكر بكرا لانه هذا الشي عن جدعب يعني معقول عم بتشوف كل شي بعينك وعم بتواكب كل شي ممكن تسأل مين بكرا رح يرباح يعني هذا الشي مش بعيبك خلص الفايت لإلمك هذا الفايت لإلمك هذا الفايت لإلمك كيف كان دوش ترابي احكي يا اليوم الصبح بالعادي الواحد بفيق بالعادي الواحد بفيق بعمل الدوش بتوضى بصالة كذا احنا اليوم عملنا الدوش بالواحد بتعرفت كيف فات الفريق الفريق يوسف أبصر شو أعمل الغلط بتعرف عندن إهمالة كتير يكابين شي على الأرض فالحضرت المدرب عاقبا وعملن حمام ووحد فطبيعي احنا اضحكنا عليهم فعاقبنا المدرب ونزلنا على الوحد فأنا ما أعجب من الوضع اللي أنا بدي أضحك عليه ما هو هيك يعني هو بستاهل يتعاقب بس أنا ما بستاهل أنا بستاهل أضحك عليه بحق اللي أضحك عليه فأنا نزلنا من الجيب وحمام واحد فأنا أحملت بقعة واحد بلشت أقابل فيها هيك أنا ما بدي أبرم أفرك وجي فهو عم بقول يلا يا شباب بدي يعد كنوا للعشرة ويقول فأنا أفرك فيها هيك قول بوجي ولا بوجي ولا أغير شي قولت استهدينها بالرحمن ومرقناها على خير قولناها اليوم بمر قول واحد مرقنا واحد هون وواحد هون وواحد هون هو حس شوي أنه أنا كتير اضحك فما ركز علي كتير أني أعمل لي وجي كامل فمشي اليوم أكلنا عقوب الصبع بده يطعمينا بيض بقشره يا رجل فالكل خلص ده ينفذ وطبعا عقاب ده يتنفذ على الكل فإحنا سايرنا الوضع عرفت كيف شقفنا شقف زيلي هيك حطيناها عطمنا عملنا هيك مرق حضرت المدرب برم وجور شلناها زلتناها تحت الطاولة ومش الحال عرفت كيف إلا يا حرف نسيب نسيب ما مرق له يا حط البيضة زي ما هي وحط له فوق السلطة عشان تتنكى يعني القشر يتنكى وما إنه بس ترك وصار يمضغله إياه هو وطلع نسيب من اللي بيقرف كتير من الإشرا البيض وكنه من البيض كله وصار يستفرغ وملت الدنيا قرف يعني صارت حالته حالة عالصبح لك آه خليه عالتوكتوك بكرة عالتوكتوك بكرة ينفذح مين كمان قلنا إحنا من هناك؟ مين قلنا؟ مين؟ 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 خالد الصبح أكل بيضاني يمبقشرة كيف؟ أنا قدرت وجي ما استوعبت الموضوع حط هيك و... بيقولك قلبي الجياجي بشي له وبوكلة صحة وأنا خبالها ما نجيب سيرته بكرة بعقبنا تعالوا مين وحبي تابع موسيقى موسيقى